نقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث عندما حققت القوات المسلحة المصرية انتصاراً عظيماً على إسرائيل ليرى العالم أجمع عزيمة وإصرار جنودنا في استعادة سيناء من براثني الاحتلال البداية كانت عملية إعداد الدولة للحرب بمشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة واشتراك القيادات بكل مستوياتها ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه وإنفاق المال والجهد واستخدام كل الإمكانات المتاحة والطاقات الممكنة من أجل استرداد سيناء من العدو الإسرائيلي لا يمكن الحديث عن حرب السادس من أكتوبر عام 1973 إلا بالحديث أولاً عن حرب الاستنزاف والتي أكدت على معدن الجندي المصري وأثبتت للعالم أجمع رغم قصوة الهزيمة أن الجيش المصري لم يفقد إرادة القتال وأنه قادر على رد اعتباره هذا إلى جانب أنها كانت بمثابة ميدان للتدريب والذي استعد من خلاله الجيش المصري لحرب أكتوبر المجيدة عام 1973 هذه الحرب التي مهدت الطريق لملحمة العبور العظيم ونتيجة للاستعداد القوي والتدريب المستمر وفي الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973 بدأ أكثر من ألفين مدفع ثقيل قصف مواقع العدو في نفس اللحظة التي عبرت فيها سماء القناة مئتان وثماني طائرات تشكل القوة الجوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى والتي أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلال التام في نفس التوقيت كان ألاف المقاتلين البواسل قد بدأوا النزول إلى مياه القناة واعتلاء القوارب المطاطية والتحرك تحت لهيب النيران نحو الشاطئ الشرقي للقناة وبعد ذلك بدأت عمليات نصب الكباري بواسطة سلاح المهندسين المصريين على مدار الأيام الأولى للحرب نشبت عدة معارك مع العدو الإسرائيلي وكان من أهم هذه المعارك معركة بورسعيد ومعركة الفردان وكانت الفرق العسكرية المصرية تصد الهجوم وتوقع بالعدو خسائر جسيمة واحتفظت فرق المشاه بمواقعها في المناطق التي استحوذت عليها في شرق قناة السويس بعد محادثات طويلة ومباحثات مضنية لفضي الاشتباك تم توقيع اتفاقية فضي الاشتباك الأولى في الثامن عشر من يناير من عام الف وتسعمائة وأربعة وسبعين وانسحبت على إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من غرب القناة وتمركزت عند خط الممرات بينما احتفظت بصر بالتقدم الذي أحرزته في الحرب لقد كانت حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وبلا شك أحد أهم وأعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث والتي غيرت العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية بل والعسكرية ليس في الشرق الأوسط فحسب بل امتدت آثارها إلى العديد من مناطق الصراع حول العالم